السادة الرائعون مشاهدي اغا سمارت ستوري الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم انا ضياء اغا والنهاردة معانا احد عمليقة الجيل العاشر طبعا ان لم يكن افضلهم وهو اللابتوب العملاق ديل بريزيشن 7550 ده امتداد سلسلة العمل الشاق لمحطات العمل الوركستيشن سلسلة 75 من شركة ديل ودي السلسلة الموجهة لاصحاب العمل المهن الجاد واستكملت في شركة ديل الواقعية في الاداء يعني هي الواقعية في الاداء يعني القوى المفرطة والشكل المبسط والتركيز على الامكانيات فاللاقي ان السلسلة دي بتتكون من مكونات قوية جدا ومش بتلتفت للشكل بعض الشيء فلو انت حدي الشكل بالنسبة لك درجة اولى عن العمل فموجود النسخة اللايت من ديل وهي سلسلة 55 في الجيل العاشر زي 5550 ودي سلاسل الشكل فيها لا يقارن بي اي لابتوب تاني لكن هي اقل بكتير من جهاز 7550 في القوة والتحم جهازنا النهاردة لا يقارن بي سوى HP ZBook 4 G7 وكذلك ThinkPad من Lenovo P15 لكن برضو شركة ديل في جهازنا النهاردة 7550 عدلت في الشكل شوية بشكل جمالي خلاته انحف شوية واطار الشاشة اصبح اقل في السمك كذلك لوحة المفاتيح طرأ عليها بعض التعديلات وايضا مكبرات الصوت اصبحت في الشاسي الامامي وليس في الاسفل من الامام كذلك ظهر الجهاز بيجي شبيب بظهر جهاز 7540 النسخة الالومنيوم ودي اللي بتيجي بلونفض غير املس بعض الشيء عشان لا يسمح باثار البصمات جسمه قوي جدا اكتاز كل اختبارات المتانة العسكرية من ارتفاع درجات الحرارة والخفاضة وايضا الرطوبة والغبار والسقوط وغيرها وزنه حوالي 2 كيلو 450 جرام ومكوناته ووزنه اقل 19% من الاجهزة السابقة لي زي اجهزة 7540 و7530 كمان لاحظت لما عملت فحص للبردة بتاعته ان فيها حاجات جديدة عن بردات 7540 و7530 انها بتحتوي على دائرة ادارة طاقة متقدمة بتتحكم في توزيع الطاقة عبر مكونات الجهاز الدائرة دي تشمل تنظيم الفولتية من التحويل من التيار المتردد للتيار المستمر وحماية المكونات من مشاكل التيار الكهربائي كمان الجهاز مزود ايضا بتقنية الديناميك باور مود ودي اهميتها بتكمن في ادارة توزيع الطاقة بشكل ديناميكي بناء على متطلبات الاداء الحالية للجهاز فتمرير الطاقة للجهاز ده بتعتمد على تصميم متعدد المراحل لوحدات تحويل الطاقة وده بيزود من كفاءة التحويل وبيقلل من توليد الحرارة بين المروحتهم نيجي للوحة المفاتيح للجهاز شركة ديل طورتها بعض الشيء يعني زر الباور للطاقة اصبح فيها في الركن الايمن الاعلى كمان اصبح في الزر نفسه الفينجر برينت كمان استغنت شركة ديل عن ازرار زي البيج اوب والبيج داون تم تحويلهم لزر الفين او الفانكشن وكمان تم الاستغناء عن عصر ماوس في نصف الكيبورد او البوينتر ناب قبل ما ندخل في الحلقة نحب نوضح لجمهورنا الكريم اللي بيسألنا دايما على الاجهزة بكام في التعليقات رابط الاستور بتاعنا في صندوق وصف الفيديو او التعليق تقدر تدخل عليه وتختار الجهاز اللي يناسب حضرتك وتقدر كمان انك تحجز بانك تضيف للسلة وما تنساش ان عندنا افضل خدمة بعد البيع وكمان افضل الحالات للاجهزة تقدر تتحقق من كده موجود رابط التوصيات والاراء تعرفوا من عملاء السابقين مدى رضاهم عن سلعتنا اللي بنقدم عليهم نرجع تاني لحلقتنا فالحلقة دا سمجدا على فكرة بمعلومات لأول مرة هتسمعها على الاتيو فلازم تثبت حضورك باللايك والشير ولو انت لسه اول مرة تشاهد قناتنا فانت لازم تكون عارف اننا مش هنا بنشرح لك قطعة جهاز عايزين نبيعها انما انت في قناة هي الاولى من نوعها لثقافة اللابتوبات فيشرفنا كتير انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان تدخل عالم اغا سمارت ستور لثقافة اللابتوبات ان شاء الله ديل بريزيشن 7550 جهازنا بيجي بسبع انواع معالجات كلها في الجيل العاشر هنوضحهم لحضرتكم من الاقوى للاقل قوة كالتالي اقوى هم معالجين بيجوا بنفس القوة تماما هما انتل كور اي 9 1885 اتش وانتل زيون W 1888 ام المعالج منهم ب16 ميجا بايت سي كاش ثمان النواع سرعة 2.4 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيت بيوصل لـ 5.3 جيجا هيرتز يليهم في القوة انتل كور اي 7 1875 اتش ب16 ميجا بايت سي كاش ثمان النواع السرعة بتاعته 2.3 من 10 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيت بيوصل لـ 5.1 من 10 جيجا هيرتز ثم يليف القوة انتل زيون W 18855 ام ده ب12 ميجا بايت سي كاش سوداس النواع السرعة بتاعته 2.8 من 10 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيت بيوصل لـ 5.1 من 10 جيجا هيرتز الاقل منه مباشرة هو انتل كور اي 7 18850 اتش ده ب12 ميجا بايت سي كاش سوداس النواع السرعة 2.7 من 10 جيجا هيرتز الماكس توربو سبيت بتاعته بيوصل لـ 5.1 من 10 جيجا هيرتز ثم يليف القوة انتل كور اي 7 1750 اتش ب12 ميجا بايت سي كاش ده سوداس النواع السرعة بتاعته 2.6 من 10 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيت بيوصل لـ 5 جيجا هيرتز اقل معالج بي جي بي جهازنا النهاردة هو كور اي 5 10.400 اتش المعالج ده بـ 8 ميجا بايت سي كاش رباع النواع بسرعة 2.6 من 10 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيت بيوصل لـ 4.6 جيجا هيرتز بالنسبة للتخزين جهازنا قادر على حمل 3 هاردات M.2 2 منهم بيكونوا مقاس 2.280 و 1 بيكون مقاس 2.230 التلات هاردات مدعمين بواجهة الـ PCLE يعني تقدر تضيف MVME أو SSD أما بالنسبة للرامات فيه 4 ديمي سلوتس يعني 4 أماكن للرامات يقدر يشيل 128 جيجا بايت سرام من نوعية DDR4 هنيجي لمكبرات الصوت لجهازنا النهاردة هي أفضل مكبرات صوت شفتها في حياته اللابتوب ده فيه صوت مجسم حيي جدا ومسموع بوضوح عالي جدا كمان في استخدام سماعات الرأس لو نزلت برنامج دي الأوبتمايزر هتلاقي صوت 3D عمرك ما سمعته في حياتك هنيجي للشاشة بتاعته أنا شخصيا منباهر بها جدا بالنظرة الأولى اعتقدت إن الشاشة 4K ولما فحصتها لقيتها في Full HD طبعا ده من مدى تركيز الريزوليوشن وجودتها العالية معيار قياسها هو الأدوبي RGB وكذلك DCI-P3 DCI-P3 هو قريب للNTSC لكن الNTSC قديم نوعا ما وزي ما احنا شرحين قبل كده إن الNTSC معيار أوسع وأفضل من الSRGB لكن معيار الDCI-P3 معيار حديث مناسب لصناعة الأفلام والتطبيقات اللي بتتطلب دقة ألوان عليه في عقالة هنقول لكم الفروق ما بين الSRGB والأدوبي RGB والDCI-P3 والNTSC معيار الSRGB هو الأكثر استخدام والشائع لأنه مناسب لمعظم التطبيقات اليومية أما معيار الأدوبي RGB هو مفيد للمحترفين في التصوير الفوتوغرافي والطباعة معيار الDCI-P3 بيتميز بألوان حية وبيستخدم بشكل متزايد في صناعة الأفلام والشاشات الحديثة أما الNTSC هو معيار قديم لكنه بيغطي نطاق ألوان وسعة مقارنة بالSRGB هنرجع لجهازنا النهاردة بيجي بخمس أنواع شاشات كلهم مقاس 15.6 من 10 بوصة وبيجوا بإثنين رزوليوش هنسبت معيار الSRGB زي ما احنا متعودين لأنه الأكثر شيوعو فهم أقل شاشة بيجي بيها جهازنا النهاردة هي شاشة Full HD بدقة 1920x1080 الشاشة دي بدون لمس 220 شمعة بنطاق 45% NTSC يعني حوالي 62% sRGB الشاشة الأعلى منها مباشرة أيضا هي Full HD بدقة 1920x1080 هي أيضا بدون لمس وب500 شمعة والDCI P3 بتاعها 100% يعني حوالي 125% sRGB الشاشة الأعلى منها مباشرة هي أيضا Full HD بدقة 1920x1080 الشاشة دي بتكون باللمس ب500 شمعة والDCI P3 بتاعها 100% يعني 125% sRGB الشاشة الأعلى منها مباشرة هي UHD 4K بدقة 3840 في 2160 ودي شاشة بدون لمس ب500 شمعة والأدوبي RGB بتاعها 100% طبعا أدوبي RGB 100% يعني مساوى تقريبا لـ 133% sRGB أعلى شاشة بيجي بيها جهازنا النهاردة بتكون UHD 4K بدقة 3840 في 2160 هي أيضا بدون لمس ب800 شمعة والأدوبي RGB بتاعها 100% يعني 133% sRGB نيجي بعد كده لكروت الشاشة اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة وبيجي بخمس أنواع كروت شاشة ده طبعا بالإضافة الكرت الشاشة الانتل المودمك في المعالك الخمس أنواع كروت شاشة اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة كلهم من شركة انفيديو أقلهم في القوة هو كرت انفيديا كوادرو تي ألف طبعا ده نسخة الـ DDR6 مش نسخة الـ DDR5 اللي بيجي في أجهزة الجيل التاسع الكرت ده ممتاز جدا يا جماعة وبيعتمد على معمارية التورين وهي مصنوعة باستخدام عملية تصنيع بدقة 12 نانومتر الكرت ده موجه بشكل أساسي للمصممين وبيحتوي على ذاكرة GDDR6 وحجمه 4 جيجا بايت سرعته حوالي 12 جيجا هيرتز ووجه الذاكرة بعرض 128 بيت وده بتوفر عرض نطاق ترددي حوالي 192 جيجا بايت سي في السانية لو حبيت تقرنه بكرت شاشة في AMD فأقرب كرت شاشة لوف القوة من AMD هو راديو ناريكس 6500M الكرت ده موجود في أجهزة حديثة زي فيكتوس HP 15 وده جهاز بيجي بمعالج Ryzen 5 5600H كذلك موجود في لينوفو ThinkPad Z16 generation 1 16 أما بالنسبة لكروت شاشة انفيديا أقرب كرت شاشة لوف القوة من كروت شاشة انفيديا هو GeForce GTX 1650Ti طبعا هواتي الجيمن عارفين الكرت ده كويس جدا موجود في دي الجيمن 15 وده بمعالج i7 10750H كذلك موجود في HP 16 16T وأيضا موجود في جهاز الجيل العاشر من لينوفو لينوفو IDABAD 15 3i لو جينا للكرت الأعلى منه مباشرة هو كرت شاشة انفيديا كوادرو T2000 أيضا هو بالنسخة GDDR6 مش GDDR5 الموجودة في الجيل التاسع معتمد أيضا على معمارية التورين ومصنوع بتقنية 12 نانومتر أيضا موجه للمصممين وبيحتوي على 4 جيجا بايس GDDR6 أما بالنسبة لسرعته هي 1785 من 100 جيجا هيرتز مع واجه الذاكرة بعرض 128 بيت أيضا هي بتوفر نتاق ترددي حوالي 192 جيجا بايس في الثانية لو حبيت تقرنه بكرت شاشة في AMD الأقرب له في القوة هو راديون RX 5600M الكرت ده حجمه 6 جيجا بايس GDDR6 معروف الكرت ده في أجهزة قوية جدا زي ديل G5 55005 وده بيجي بمعالج رايزن 7 4800H كذلك موجود في MSI Alpha 17A4DE وده بمعالج رايزن 7 4800H بالنسبة بالكروت شاشة Nvidia فالأقرب له هو Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q الكرت ده حجمه 6 جيجا بايس GDDR6 الكرت ده موجود في أجهزة قوية جدا في الجيل العاشر زي ديل G3 3500 كذلك موجود في أجهزة في الجيل التاسع زي ديل G3 3590 الكروت الأعلى منهم مباشرة هم Nvidia Quadro RTX 3000 وده حجمه 6 جيجا بايس GDDR6 ثم الأعلى منه Nvidia Quadro RTX 4000 ده حجمه 8 جيجا بايس GDDR6 ثم العملات Nvidia Quadro RTX 5000 وده حجمه 16 جيجا بايس GDDR6 الكروت دي شرحناها بدقة عالية في أجهزة 7540 و7740 من ديل بريزيشن لو حابين تعرفوا معلومة دقيقة عن الكروت دي وإيه يكافئها من كروت شاشة Nvidia وكروت شاشة AMD موجود روابط الحالات دي في صندوق وصف الفيديو هنيجي للمداخل اللي بييجي بيها جهازنا النهاردة بيجي بمدخلين USB 3.1 Generation 1 منهم واحد PowerShare يعني بيدعم الشحن السريع كذلك بيجي بمدخلين Thunderport 3 وده اللي أنا مسمي المدخل الجبار لأنه بيدعم توصيل USB 3.1 Generation 2 كمان بيدعم توصيل كروت الشاشة الخارجية وبيدعم توصيل شاشات 8K وبيدعم توصيل DisplayPort 1.2 كذلك بيوفر معدلات نقل بيانات بتوصل ل10 جيجا بايس في الثانية وبيدعم توصيل الطاقة بالاتجاهين تشحم منه ومصدر شحن الجهاز موجود في مدخل HDMI 2.0 للعرض على الشاشات ودعم لشاشات 4K كمان موجود في مدخل Mini DisplayPort 1.4 للعرض على الشاشات في مدخل مزدوج ميكروبون وسمعات وفي قارئ كروت ذاكرة Full Size SD Card Raider موجود في مدخل لان لانترنت الشبكي ومدخل قارئ لكروت الفيزا Smart Card Raider كذلك موجود في مدخل SIM Card يقدر يشغل انترنت داتا جهازنا بيجي بنوعين بطاريات واللي اتنين بيكونوا 6 سيل واحدة بتكون 68 وات اور والتانية بتكون 95 وات اور الشاحن المناسب لجهازنا النهاردة بيكون 180 وات وما تحاولش تشغزله بشاحن اقل او اعلى من كده عشان ما يسببش مشاكل فكرة الشاشة او دايرة الباوة خلاص دي الكلام ان اجهزة الوركستيشن في تطور مستمر كمان كل مرتقة الاجيال كل مكانة المنفسة اكبر لكن مازالت شركة ديل بتبهرنا بقوتها واستمراريتها في التقدم ومازالت شركة ديل دايما بنصحكم بيها نظرا لقدرتها الغير عادية في التطور كذلك لازم نوضح نقاط مهمة جدا وهي تفعيل خواص الذكاء الاصطناعي في الجهاز لان الباوس للجهاز دا لها اعدادات معينة بتخلي الجهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي منتظرين ارأكم في التعليقات وهل انت شايف ان في الجيل العاشر الجهاز دا ممكن يكون خيار مثالي بالنسبة لك نشكركم على وقتكم الثمين اللي اخذنا منكم النهاردة وزي ما احنا متعودين منكم دعمنا باللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته